شراكة استراتيجية العنوان الرئيسي للقاء طال انتظاره ففي أول محادثات تجمع الرئيس الصيني شي جينبينغ بنظيره السوري بشار الأسد منذ نحو عقدينه تم توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي السوري الصيني هذه الاستراتيجية وصفها الرئيس الصيني بأنها ستكون حدثا مفصليا مهما في تاريخ العلاقات الثنائية في وجه الأوضاع الدولية غير المستقرة كما وقع شي والأسد ثلاثة وثائق تعاون بين الصين وسوريا في مجال التعاون والتنمية الاقتصادية وخطة تعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق الرئيس الصيني اعتبر أن سوريا تعد من أوائل الدول التي أقامت علاقات مع الصين الجديدة وخلال لقائه مع رئيس السوري في مدينة خانجو الصينية أكد شي دعم بلاده لتسوية السياسية للأزمة السورية ودعمها لجهود دمشق في إعادة الإعمار وتعزيز بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب بدوره أعرب الرئيس السوري بشار الأسد عن تطلعه لأن يؤسس لقاءه مع نظيري الصيني لتعاون استراتيجي واسع النطاق وطويل الأمد في مختلف المجالات مشيرا إلى تطلعه لأن تلعب الصين دورا بناء على الساحات الدولية قائلا إن هذه الزيارة مهمة بتوقيتها وظروفها حيث يتشكل اليوم عالم متعدد الأقطاب سوف يعيد للعالم التوازن والاستقرار واعتبر بشار الأسد أن هناك تأييدا دوليا واسعا لمبادرة الصين الخمس المهمة مبادرة الحضارة العالمية والأمن العالمي والتنمية العالمية المتجسدة في مبادرة الحزام والطريق التي تهدف إلى تحقيق الأمن والتنمية للجميع عبر التكامل لا عبر الصدام على حد وصفه زيارة الرئيس السوري بشار الأسد للصين تحمل في طياتها أهمية خاصة حيث تسعد مشكل تأسيس علاقات متينة مع ثاني أكبر وأقوى اقتصاد في العالم ألا وهو الصين اشتركوا في القناة